لطالما شداد المكتب الفيدرالي للفا فلنظر إليها ولطالما حصد عديد الانتقادات كذلك بوجود أعضاء كثر شغلهم الوحيد فيه هو التسخين الكرسي لحاجة في نفس يعقوب لكن دوام الحال من المحال هكذا قالت العرب وأعضاء المكتب تقلص عددهم برحيل رجلين من الوزن ثقيل أحدهما النائب الثاني لخردين زدشي والثاني كان المسؤول الأول عن الجانب الإداري للمنتخب الوطني بعد تفرغهما للسياسة والأعمال الاقتصادية على التوالي ما يفتح الباب واسعا أمام ضخ دماء وأفكار جديدة للدفع بعجلة الكرة الجزائرية يوم على الرئيس خير الدين زدشي أنه يختار الأعضاء ليمكن أنه يعمل معاهم ويجسد المسروع الرياضي ولل المسروع تعالى منظومة الكرورية ولل يرى إلى ديبيل السقصة ذات يمد الإضافة للمكتب الفيزاة ليس العكس رحيل بشير ويلزميرلي وقبله جهيد زفساف إضافة إلى كون الثناء مسعود كوسى ونوردين باكيري عنصرا حياديا بعد نزع الصلاحية منهما وصفه البعض الآخر من المتابعين بأنه نقطة سوداء في مشوار المكتب الفيدرالي بقيادة زدشي الذي عاجز حسبهم عن اختيار الأشخاص المناسبين للأمكنة المناسبة الصورة كانت مدوزة منذ البداية بشير ويلزميرلي لم يقول له حتى تأثير فعلي هل ترى أنه عندما يأتي بأضو أو أضوين سيكون لهم تأثير في اتقاد القرارات سيكون لهم تأثير في رفض قرارات سيتخذها قبل السر لا أعتقد ذلك بين إيجابية الانسحاب للضخي دماء جديدة وسلبياتها على صورة استقرار الفاف المهزوزة أصلا يبقى الأكيد أن الخطأ ممنوع مستقبلا على هيئة زدشي لكثرة النكسات السابقة لطالما شدادوا المكتب الفيدرالي للفاف لنظر إليها ولطالما حصد عديد الانتقادات كذلك بوجود أعضاء كثر شغلهم الوحيد فيه هو التسخين الكرسي لحاجة في نفس يعقوب لكن دوام الحال من المحال هكذا قالت العرب وأعضاء المكتب تقلص عددهم برحيل رجلين من الوزن الثقيل أحدهما النائب الثاني لخردين زدشي والثاني كان المسؤول الأول عن الجانب الإداري للمنتخب الوطني بعد تفرغهما للسياسة والأعمال الاقتصادية على التوالي ما يفتح الباب واسعا أمام ضخ دماء وأفكار جديدة للدفع بعجلة الكرة الجزائرية رحيل بشير ويلزميرلي وقبله جهيد زفساف إضافة إلى كون الثنائي مسعود كوسى ونوردين بكيري عنصرا حياديا بعد نزع الصلاحية منهما وصفه البعض الآخر من المتابعين بأنه نقطة سوداء في مشوار المكتب الفيدرالي بقيادة زدشي الذي عاجز حسبهم عن اختيار الأشخاص المناسبين للأمكنة المناسبة الصورة كانت مدوزة منذ البداية بشير الجميل لم يقول له حتى تأتي الفعلي هل ترى أنه عندما يأتي بأضو أو أضوين سيكون لهم تأثير في اتقاد القرارات سيكون لهم تأثير في رفض قرارات سيتخذ أخرى في نفسه لا أعتقد ذلك بين إيجابية الانسحاب للضخي دماء جديدة وسلبيتها على صورة استقرار الفاف المهزوزة أصلا يبقى الأكيد أن الخطأ ممنوع مستقبلا على هيئة زدشي لكثرة النكسات السابقة